زيارة ميدانية لوزير الفلاحة وصيد البحر وتنمية القروية والمياه والغابات لإقليم تازة والهدف للطلاع على تقدم أشغال عدد من مشاريع تنمية الفلاحية التي تعنى بتأهيل الوسط للقروي وتنمية سلسلة اللوز ودعم الفلاحين في إقليم تازة اللي احنا فيه وصلنا تقريباً لـ 46 ألف إكتار اللي هي مغروسة وعندنا واحد الأمان إن شاء الله من هنا الـ 1021 باشي نوصله تقريباً 64 ألف إكتار اللي غادي تغرس فيها الزيتون فيها اللوز فيها الأشجار المضمرة وهذه كلها يعني منتوجات جد مهمة في ذات قيمة مضافة كتهم الفلاح السغير في إطار الدعمة الثانية وهذا شيء جد مهم لأنه يحسن المدخول ديال الفلاح وكذلك أنه كما كتشوفوه كنواكبوه بواحد العدد ديال المعدات باش يكون عنده الإمكانيات باش يمكن يسوق المنتوجات دياله في أحسن ضرور ومن بين المشاريع التي تم تفقدها خلال هذه الزيارة مشروع غرس أشجار اللوز على مستوى دوار سيدي بوعيسة على مساحة 200 هكتار ومشروع تهيئة مسلك قروي على مستوى دوار ووراخسن باستثمار قيمته 7.9 مليون درهم ومشروع توفير الماء الصالح للشرب بدواوير إلمات ووراخسن وامساسا وأتفل وواد الحمر الذي سيستفد منه 2100 شخص بكلفة إجمالية تبلغ 7 مليون درهم